شاهد الأول أعزائي في البحار المجلد الأول صفحة مئة وواحد في البحار المجلد الأول صفحة مئة وواحد هذه عبارته هناك عبارة العلامة المجلسة بعد أن ينقل مجموعة من الروايات من قبيل أول ما خلق الله العاقل ومن قبيل لما خلق الله العاقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبار ومن قبيل ما ما شاء الله روايات أول ما خلق الله العاقل هناك يقول عنده بحث تحت عنوان بسط كلام لتوضيح مرام اعلم أن فهم أخبار أبواب العاقل يتوقف على بيان ما هي العاقل فيقول المعنى الأول المعنى الثاني في صفحة تسعة وتسعين المعنى الثالث المعنى الرابع المعنى الخامس المعنى السادس ما هو المعنى السادس يقول ما ذهب إليه الفلاسفة وأثبتوه بزعمهم ماذا قال الفلاسفة اللي بعد ذلك هو سيقول في حقهم وهو أنهم على هذا الأساس هؤلاء لم يؤمنوا لا بدين وقال أثبتوا أن هناك جوهرا مجردا قديما لا تعلق له بالمادة ذاتا ولا فعلا يعني هذا الذي يصطلح عليه بالفلسفة العاقل في قبال النفس اللي هو جوهر مجرد ولكن مجرد ذاتا لا فعلا كما ذكروا ما المشكلة شيخنا رجاء يخلي ذهنكم يمي ما المشكلة أنه إذا قالوا أنه يوجد عندنا موجود مجرد ذاتا وفعلا يقول والقول به يعني بلا يقوله العقل عند الفلاسفة مستلزم لإنكار كثير من ضروريات الدين إذا إحنا قلنا بنظرية العقل وأن هناك موجود مجرد ذاتا وفعلا لازمه ما هو احفظ لي لازمه ما هو وإنكار ضروريات الدين يمكن أو لا يمكن ممكن له محال محال لأنه يخرج من الدين إذن افترض أن الإثبات العقل ليس محال ولكن يلزم منه ماذا يلزم وما يلزم منه المحال فهو محال وما يلزم منه الخروج من الضروريات الدينية بعد معقول أو غير معقول ممكن الاتزام به أو غير ممكن ممكن أو غير ممكن غير ممكن يقول والقول به كما ذكروه مستلزم لإنكار كثير من ضروريات الدين وبعض المنتحلين منهم للإسلام أي نفس العبارة يعني الذين يدعون أنهم مسلمون وليسوا ماذا أنهم مسلمون وليسوا بمسلمين أثبتوا عقولا حادثة مساكين هذولا حتى ما قالوا بقدم الحدوث قالوا بأن العقول ما هي هل سأنتو قد تقول قدمه يستلزم أنه تعدد القديم لا قالوا العقول ماذا حادثة وهي أيضا حتى العقول الحادثة حتى بعض ما ذكره بعض مستلزم لإنكار كثير من الأصول المقررة الإسلامية واضح إلى هنا أعزائي الدعوة واضح إلى هنا الدعوة أعزائي هل سألتفتوا لجيدا يأتي في الصفحة 103 هذا يقوله أين أعزائي في صفحة 101 حتى تعرفون أن الإنسان إذا لم يكن متخصصا في المباني العقلية كيف يقع في هذه الأمور التفتوا ماذا يقول يقول فاعلم التفت جيدا احفظ العبارة فاعلم أن أكثر ما أثبتوه لهذه العقول قد ثبت لأرواح النبي ولأئمة السؤال هو إذا نبدل الإسم يعني الاستحالة ترتفع مولانك هم سموه عقل مجرد إنت سميته شنو روح النبي يعني لا يلزم منه بعد إنكار الضروري يعني المشكلة كانت في اللفظ المشكلة كانت في الملازمة العقلية ياهو منين ها هنا هنا تصور أن القضية قضية ما هي لفظية مع أن القضية هي عقلية لو لفظية مولانك هسه إذا مارد أدافعنا عن الفلاسفة أنت روحوا إلى الشعران في حواشيه على شرح أصول الكافي يقول ترى العرفاء الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء عندما يقولون عقول مرادهم ماذا ها مرادهم الملائكة مرادهم أرواح الأنبياء مرادهم أرواح الأولياء يصرحون بهذا المر هسه افترض هذا مارد أنا ما داخل شعراني في هذا لا 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 يقول إن أكثر ما أثبتوا لهذه العقول قد ثبت لأرواح النبي والعم في أخبارنا المتواترة فكل ما قالوه في العقول يبدأ يثبته يطبقه على من ها يطبقه على من يطبقه على أرواح النبي والعم ولذا سيد طباطباء رحمة الله تعالى عليه في الحاشية صفحة مية وأربعة يقول وأول ذلك فإنه طعن فيها على الحكماء في قولهم بالمجردات ثم أثبت جميعا خواص التجرد على أنوار النبي والأئمة ولم يتنبه أنه لو استحال وجود موجود مجرد غير الله لم يتغير حكم استحالته بتغيير اسمه ومن هنا يتضح لكم ما ذكره بعد الآن وقت انتهى يتضح لكم ما ذكره العلامة ماذا العلامة كاشف الغطاء في الفردوس الأعلى قال قال فإن شيخنا المجلسي كان من المتخصصين في علم المنقول للمعقول علم